أكدت مقررة لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني نورا علي عبد السميع أن الحوار الوطني تجربة وطنية متفردة وحوار مناء لمناقشة القضايا المختلفة بما يليق بالجمهورية الجديدة وأكدت مقررة لجنة السياحة في كلمتها خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة باللجنة السياحة استهداف الوصول إلى 30 مليون سائح وتحقيق عائد بقيمة 30 مليار دولار تماشيا مع رؤية مصر 2030 مشيرة إلى أنه يتم العمل من أجل تحقيق ذلك